بابا يضربني ويشويني بخاشقة حارة وإذا أقول لها السايق مالتك يتحارش بيه يربطني بزنجيل ويسافر ويا مرته لو إجع لمسامعكم عنوان صالون باربي للتجميل والعناية بالبشرة إش تذكرون؟ هذا تشون كلام ابنة الراحلة لدكتورة رفيف الياسري بعد ما طلعت بفيديو وبطعم الدموع وتثير كل العواطف زيان وإذا عصافير شعر بنات قالت لكم الفيلم موهيج مصادر قريبة تقول أنه بيبيت الطفلة طمعانة بأملاك رفيف وتريد تفك وصاية البنت من أبوها حتى تلوح العجوز حصة من الورث ومو حصة لا حصة حصة وتقدرون تتخيلونش قد الحصة دسمة وثقيلة وغالية والمرحومة منسية ورخيصة بالنسبة لأمها ترى ابناتهم اللي ما يحرقى موت أبناء أو بناتة من دمه تحرق كم شدة وتنسي عزازة